السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الورد على عيون احلى مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار برنامجنا اخر النهار حلقة يوم الاثنين اول الاسبوع الاثنين بتاريخ 18 مارس 2019 من الميلاد اسيب حضراتكم كام يوم تحصل مشاكل وكوارث وملفات وقضايا قد كده بس طول الوقت لازم نقول خير حتى في السراء والدراء لازم نحمد ربنا ونقول خير في السراء يزيد الحمد ويزيد الشكر ويزيد الثناء على نعمة الله حتى تستمر وتدوم وتشكرون فيكثر الله من نعمته وان تشكروني فهو خير لكم وفي السراء برضو نحمد ربنا على الابتلاء علشان نتعلم منه وعلشان ربنا يقيس صبرنا ويقيس مدى قدرتنا على التعلم والاعتبار الاعتبار ده ان ناخد عبرة والاستفادة من الدروس انا بقول الكلام ده علشان الكلام ده ينسحب او يعني ينطبق على تقريبا تقريبا كل الموضوعات كل الموضوعات اللي احنا نتكلم فيها النهاردة ومعليش انتو عارفين اول ايام الاسبوع بالنسبالي يوم الاثنين في اخر النهار بيبقى عندنا اخبار النهاردة وكلام عن اللي هيحصل بكرة وبعده وكمان بنبص بصة سريعة على التلات اربعة ايام اللي فاتوا علشان نعمل فيهم راوند اوب كده سريع او تجميعة سريعة علشان نعرف رؤية فانورامية نعرف الدنيا حصل فيها ايه ونبقى فاهمين مش بس متابعين المتابع ده هو اللي بيقرأ وبيعرف ايه اللي بيحصل لكن اللي بيفهم هو اللي بيعرف يقرأ ما بين الاخبار ويتصل اليه المعلومة كاملة قبل ما اقولكو حصل وما حصلش وليه ومش ليه وإحنا اضربنا وما اضربناش وإحنا عملنا حاجة حلوة وبعدين يتعمل فينا حاجة مش حلوة ولا كده في حاجة مهمة جدا 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 حصلة النهاردة وعند كتير من الناس مش مفسرة وعند كتير من الناس محتاجين تبرير ليها وفهم ليها علشان حينطبق عليها وينتج عنها حاجات مهمة جدا الدولار النهاردة انخفض امام الجنيه انخفاض في رأيه كبير طبعا مش بالجنيهات لكن لما ينزل من اربع لست قروش في يوم واحد يبقى في انخفاض وده مش انخفاض الاول ده انخفاض التاني او ربما التالت كمان خلال اسابيع احنا بنكلم دلوقتي بعد ما كان الدولار ثبت ثبت عند تقريبا 18 جنيه من فترة احنا النهاردة بنكلم على الدولار في 17 جنيه 28 ارش 17 جنيه 26 ارش 17 جنيه 30 ارش يوم ما يضربوا الدم فاحنا بنتكلم على تقريبا 70 ارش نزول خلال اسابيع 70 ارش نزول ده كتير جدا في سلة العملات كتير جدا في معاملة الجنيه المصري امام الدولار 70 ارش ده كتير جدا وست قروش في يوم واحد كتير جدا وانا دايما بكلمكم بكلمكم عن السعر المعلن للدولار في مواجهة الجنيه من البنوك المصرية الرسمية الوطنية لانه في اختلاف هتلاقي بنك عودة على بنك ابو زبيا على بنك بلوم على بنك يوم بيها مشان كل واحد حطت سعره لكن انا بكلمكم عن البنوك الرسمية زي الاهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الاسكا كده البنوك الوطنية المصرية الرسمية معلنة سعر الدولار النهاردة 17 26 17 28 كذا ما سر هذا النزول لازم نعرف هل سيستمر هذا النزول لازم نعرف هذا النزول حينتج عنه نزول حاجات تانية مش لازم نعرف لانه في مصر اللي بيطلع ما بينزلش اشتركوا في القناة